السلام عليكم كيف تكونوا بخير تكونوا لابعث الأمور مزينا يا رب الكريم خذكم فضيلة مشيت مع المحامية ونادينا صاحبتي كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة تدعى مع رجلها كانت تدعى معه لباكس كان فرق ما بين الزواج وكان مهم في فرنسا كل حاجة تختلفه وعندها قانون كما تقولون باقم دعية معه لأنه تدير معه فيما يبغي اسمته القاضي يحكم هو تدير غابل تقول شيئا للقاضي هو تدير غابل السيناف لأن القضية فيها الفلوس ومن تتعلق القضية فيها الفلوس يعني تي جرجر في السيدة ان شاء الله ياربي تغلبوا لأنه كانت تدير معه بزير حوي الزوينين ومن غير اسمته التعامل وذلك شيء ومن غير اسمه ومن غير اسمه بصريح العبارة الرجالة بحل بحال ما تقولش ليه قاوري ولا عربي ولا مغريبي ولا تونسي ولا جزائري بحل بحال الرجالة بحل بحال بحال تقولين مسقين وكما تقولون مسقين بغرفة واحدة بحل بحال بحل بحال رغلي دا سيدة عربي أمرا الرجالة بحل بحال وانا نسميتون باليدي لكم هاد المسقين ان شتب الزات الحويج هنا في القور في القور بحل العرب وكان ينشي عرب تقولوا بأنهم يعني عرب تقولوا أنهم مسلمين الإسلامة بالهضرة تقولوا مويمة دا موضوع آخر ما علينا مش هنا عد المحامي قدت غراضاتها أنا قدت غراضاتي عد المحامي في هذا الفيديو سنظر لكم على نقطة وحدة لا نظر لكم على بزرق الحويج لأنه عجيني الفيديو طويل وما كاي ليش نخلط في الفيديو مويم مؤخرا نخرج قانون جديد بالنسبة للإزام فليونسور على أساس أنه اسمته بالنسبة للعمليات التجميل عملية تجميل المهم مؤخرا أنا جتونين تنزل في الفيديوهات على عملية تجميل اللي درت في اسمته في مراكش بالنسبة للكرش الشفط والجناب والدهر والشد والدريع والدوب المونطة المهم دخلوا على جيش بنات أحباباتي فضيلة دير أطنسيون على أساس أنه القانون الجديد يمنعو بسميتو يهضروا على عملية تجميل المهم أنا هنحط لكم هنايا النصوص نصوص على القانون جيت مشي تأكدت أنا المهم أنا كنت تأكدة من هاتشي ولكن سولت كما تقوله المحامي شوفوا حباباتي في الغيزو السوسيو في الغيزو السوسيو جاي بزات الحواجة أتبدل منعين منعو منعو على أساس الإنفليونسور والإنفليونسور يديرو بروموووغ هذه الكلمة تع بروموووغ مهمة تفهموها بروموووغ هي الإشهار تديرو الإشهار العملية التجميل البوتوكس البوتوكس والفيلر والعملية التجميل كل شيء كل ما يتعلقوا بالتجميل هدروا سيخته ودربوا المثال على أساس لماذا نضط هذه البلبالة؟ على الفرنسيات اللي ساكنين في دبي وتديرو الإشهار العيادات ومصحات اللي في دبي على قبلة البوتوكس الفيلر على قبلة الشد على قبلة الشفط على قبلة شفط على قبلة حل من حاجة تمفن نضط البلبالة وتتخلصوا يعني تديرو الإشهار ويعدهم كود برومو بسميتهم كود برومو بسميتهم فهذه المسألة تعلق الإشهار تعلق العملية التجميل فهمتوني؟ أما بالنسبة لي أنا حيث وحد سيدي قلت لي ديري أطنسيون اللي كبر بيها قلت لي بطريقة قلت لي حسيت بيها خي فعلية اللي لي خطك حبيباتو ولا لي يوريكش حاجة خيبة ولا لي يوريكم تتومش حاجة خيبة أنا في هذا الفيديو هنشرح لكم هاتش اللي حطيتو أنا تعلق الفيديوهات بالنسبة لي تنقول تجريبتي تجريبتي وفي البداية تعلق الفيديوهات وفي الفيديوهات تقريبا كلهم تنقول أنا ما تنشجعتش لوحدة على أساس أنا تدير عملية تجميل ومعطيتكم لك كود برومو ما دلت لكم إشهار في العيادة في العيادة تعال التجميل تعال السيد لا في المساحة يعني تدرت العمليات على التجميل في الأخر في شهر شهر سميتو شهر واحد أنا ما سميت وغير عمليات تجميل عمليات تجميل عمليات تجميل عمليات إصلاح تعال الكرش اللي خربتها بلادات القيصريات والسين وزيد وزيد فهمتو يعني من كانت في العيادة مشتو لصوريات مشتو في اليوتيوب لتشي حاجة تا وخفت على جلية وبديت تنحوض لكم مقاطع ومعنديش كود برومو ومديرش الأشهر للسيد كما قلت لكم مخلصة بجيبي ومخلصة فلوسي وسميتو والله شهد عليها مدير لي لأشهر لتشي حاجة وكتب بالنسبة للطرويد تب بالنسبة للطرويد هادرت على الطرويد وادرت على الكوغسي وادرت على شحل من حاجة وسميتو ومدخلتش مدخلتش في تفاصيل تا الأتمينة ومعنديش كود برومو معنديش حاجة بالنسبة للقانون الجديد اللي سميتو اللي خرجته في فرنسا بالنسبة للإنفليونسور لإنفليونسور أنه لم يكنينش غير البنات كمين تار رجالة تار رجالة تار رجالة تار رجالة أحباباتي تدرو بزات الإشهار لهاتش تلعامة تاع البوتوكس و الفيلير وتمشو سميتو الدول هم محسوبين أصلاً محسوبين على فرنسا دبال اليوتيوب والإنفليونسور الانستغرام تدراري عندما عدت 1 مليون 2 مليون 3 مليون 4 مليون يتابعينها هم أصلاً محسوبين تتخلصوا في فرنسا يهديك وقالين بأنهم عايشين في دوبي ومعايشين في دوبي تدرون نص النص يهديك وتدرون الإشهار بعد كبه والأسما جميع الأم ومعايشين في دوبي ieleفراء وأعلم أنهم كبه كل شيء مرى الهاد دقيب ليس في أرهات وهذي الملح وضرسوا إسميه الأب وكتبه في قانون وكنت اسميه مال اسي ضرس تتعامل القضية على الإشهار تتعامل الإشهار هذا ليس إشهار هذا هو تتعود على تجربتك يعني تتعود على تجربتك تتعود على تجربتك مثل ما عطيكمش ما قيلش لكم بأنكم هتمشوق من طرف فاضيلا ورها ينقص لكم 20% إلى 15% إلى 30% إلى 40% نهائيا مهم هذا الشيء فيه الغرامة تصريمة وهذا الشيء يجي من هنا القدرة وكي لا تطبقش غير هو باش حضري على العمليات التجميل وانتي مخلصة إياها ومن الفوق من الفوق تتعطي تتقولي 20.25% إلى 15% اللي مشيتو عندو سميتو ووليت بزيط مطروحة ماشي في فرنسا في دوبي أرتفق فرنسا قليلة الأغلبية في دوبي تتعطي على هذا الشيء وتلموا أن البنات تتعطي على هذا الشيء تتكتروا تتكتروا تتبليكي شهر شهرين تتضربتاني في البوتوكس في الفيلر وهذه وجبد وهذه وهذه تتعطي على تدرشي تتعطي على تدرشي تتعطي على تدرشي عملية تكميم المعيدة ولا عملية الجميل ولا البوتوكس في الفيلر وجد تتضر ومعاتي ركوط برومو وتتعطي على تجريبتها ما فيها لتشي حاجة ما فيها لغارمة ما فيها لتشي حاجة مهم هذا الفيديو غير باش نشاركه معكم سميتوا هاد القانون جديد اللي نازل وكما تيقولوا تسحب تسنين عملية تجميل كل شي تسنين هادو كل يتيمشي لطركيا تاهمة هادشي كله سميتوا على أي حاجة تتعلق بالتجميل يعني سميتوا سنين الهولت سمايل سميتوا تحمل حاجة وحاضرين عليها في القانون مو ينفسرين ولكن سميتوا اللي زنفريانسر يعني اللي اللي سميتوا ليس ساكنين في فرنسا ليس غير ساكنين في فرنسا لي محسوبين على فرنسا لأنه تكونوا ساكنين في دول أخرى يعني في دبي ولا توركيا ولا شيء دول أخرى وهم تتخلصوا مديكلارين بفرنسا همتوني هادشي اللي هادرين عليهم بالضبط والسميتوا الغرامات أبقي مخرش للقانون بحرا هادروا على القانون القانون جاء سميتوا سارا ماتوا هادشي جاين من القدام ولكن ما عرفتكم شو شتو مؤخرا كانوا نزلوا على واحد 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 شي يوتيوبر يوتيوب ، المتربة قانون في دبي وهم تجوا يدروا الفيديوهات وكولوا أنهم لها ومعا سميتهم تخلصوش درائب وانا اتنظر لكم دابع للناس الذين يتصوروا الزباب لتعالفلوس الزباب لتعالفلوس مهم فلوس كتيرة وتتهربوا على الضرائب ده بالدولة الفرنسية بغد تجمع وتترمف هاد المسائيل مهم كان فيديو ومتخافوا شرا ما نمشيش للحفز لان البنس قالوا لي قلت لي وحد سيدة قلت لي عنديك تمشي للحفز تيدري واش متخافيش ما نمشيش للحفز والله يحفظنا من الحفز والله يحفظنا والله يحفظهم وشكر انا البنات اللي نبهتوني واستافدت منكم ودرت فيديو هاد وبس تعمى الفائدة مهمة نمشي للحفز لتشي حاجة انا بعيدة على هادشي انا عاودت على تجريبتي كما قلت ليكم معطتكم لك وضبخوا مو لتشي حاجة وفي الفيديو كما قلت يعني ما تنشجع تشي تشي واحدة وما استافداء يعني ما عطيني الدكتور ما عطيني لا فلوس لتشي حاجة ما عطيني لا فلوس لتشي حاجة انا عاودت على ذاك شي لي جرا وذاك شي لي ديز وصافي خليت لكم الصحة والسلامة والعافية حباباتي اشتركوا في القناة